نعم فيصل حيث كان فيه هناك ليلة أمس حديث مرور خطير بولاية البويرة بطريق الوطني رقم 127 رابط بين مدينة سور الغزلان وولاية البويرة أصفر عن مقتل ثلاثة أفراد من عائلة واحدة وأربع جرحة والحادث كان سببه سيارة سياحية يعني استدمت بشاحنة مقتورة للأسف يعني ربما هذا ما يستدعي الحيطة والحذر يعني نشوفوا أن حوادث المرور أصبحت اليوم أن السائقين أصبحوا يسوقون باستهتار ربما وكانه الحصيلة دائما هي في ارتفاع في ارتفاع والحادث ساعة البرح هو حدث خطر جدا وقع حدود ساعة العاشرة والحادث العشر مساء في الطريق ما قلت بين المؤدي إلى ولاية سير الغزلان وتخيل نزيها سيارة واحدة كانت تقل أب والأم والطفليهما وتوفاو الأب والأم ويعني الأولاد يتيتموا هكذا وحالة مأساوية ربما الخطأ بسيط جدا ربما السرعة مفرطة أو عدم الانتباه للطريق أو السياقة بتعب خاصة عندما كان الحادث في الليل والإضاءة في بعض الأحيان تكون قليلة ونفس الشيء وهذا يعني يتأسف له الإنسان كذلك مشاهدين